أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية والعلاجة بالمجان لمائة واثنين ألف وسبعمائة وتسعة وأربعين مواطنا من خلال أربعة وسبعين قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر يناير الجهري وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 15.88 تحليل دم وطفليات وأشعات وعقد 21.522 ندوة تطقيف صحية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين لافتة إلى تحويل 1.312 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات إجراء الجرحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة رئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر